السلام عليكم شباب إن شاء الله كلكم تكونوا بخير طبعا هالمرة ما راح نشرح لكم موضوع طبي ما راح نتطرق الهارد فيلير ولا نتطرق الاي سي جي هالمرة راح نشرح لكم على تطبيق ميد ماستر تمام شلون نضيفكم الى تطبيق ميد ماستر أولا هذا الفيديو من المقصود بي المقصود بهذا الفيديو هم الطلاب المشتركين عدنا تمام المشتركين عدنا وضيفهم قنوات التليجرام تمام زي اول شي احنا الفيديوهات ما لتنزلناها على منصة اسمها منصة ميد ماستر هاي المنصة بيها عدد من الاساتذة منضمنهم آني تمام اول شي تروحون على الاب ستور او الاندرويد هو موجود على النظام الاي او اس موجود على النظام الاندرويد هذا الميد ماستر التطبيق تنزلوا تمام راح ينزل عدك الميد ماستر وين بالشاشة زيان من راح تضغط على ميد ماستر شل اللي راح يطلع عدك راح تطلع عدك هذه الشاشة زيان هذه الشاشة من راح تطلع عندك اللي هي بيها هذول المدرسين هنا التدريسين تمام انت قبل ما تروح على التدريسين وتروح على هذا لازم تروح تسوي حساب تمام تروح اوين تروح على البروفايل شوفون هاي البروفايل تروحون على البروفايل راح تطلع لك هاي الصورة من دست على البروفايل راح تطلع لك هذي الصورة اهنان انت تريد تسوي حساب الحساب جدا 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 بسيط شنوه تنطي create account انشاء حساب تمام هذي انشاء حساب شوفوني مو بس ترى بتطب باشرح زيان اشرح بكل شي زيان تطلع لك هذي الصورة زيان من راح تطلع لك هذي الصورة يقول لك دخل رقم تليفون دخلي باسورد انت تريد باسورد لحسابك ترجع تدخل الباسورد مال هذا حسابك تمام اذا دخلت الرقمات تليفون طبعا هذا الرقمات تليفون هو الرقم التليفون اللي راح يصير به الحساب اللي اللي مي سرين فتح بغير تليفون يعني بس تتفتح بغير تليفون راح ينسد من هذا التليفون مالك يعني الحساب يكون متاح للجهاز واحد فقط تمام حتى نتجنب مسألة مشاركة الحساب زيان وتطي agree to the terms and conditions من دخلت رقم تليفونك دخلت باسورد وكررته ونو بطيته تضغط على الـ continue sign up. تضغط على الـ continue sign up. تضغط على الـ continue sign up. تضغط على الـ continue sign up بهذه القضلة. تضغط على الـ continue sign-up. رح يطلع لك مكان الدخل برمز اللي هو هذا مو هذا يعني هسا هذا دخل هذا هيش مالحساب يعني تيك انت اللي رح يرسلوك يعد دخله زي من دخلته قل له لك يابه سكسسفل تمام ساين اب واسس سكسسفل انجوي ذا اب يال لك يابه انت حاليا سجلت بالتطبيق زي من سجلت بالتطبيق ترجع للواجهة الرئيسية ترجع للواجهة الرئيسية الواجهة الرئيسية اللي هي هاي اكسبلور يعني يرجع للواجهة الرئيسية هاي الواجهة الرئيسية انا بالنسبة اليه ما لعلقة بقية الاساتذة انا هذا الجزء اللي يخصني دكتور حيدر عبدالرضى هذا الجزء اللي يخصني تمام يخصني ويخص كورساتي ويخص التفاصيل ما الكورساتي هو دكتور حيدر عبدالرضى تيجي تضغط هنا تمام بغطت على دكتور حيدر عبدالرضى من ضغطت رح يطلع لك كل شي بعد يطلع لك رح يكون خاص بي هذا دكتور حيدر عبد الرضا. وكل مقابلة سعر مjiang. إذا أنت تريد أن تنظيف للكورس. إذا أنت مشترك مثلاً إي سي جي و كارديو. هنا نطبع على الإي سي جي. إذا مشترك مثلاً على الإي سي جي. يعني الفكرة أنه أنت شن الكورسات الذي يشترك بيهن تمام راح ترأس الدكتور علي من نفس الحساب الذي أنت دافع للإشتراك من عنده تقول لي سلام عليكم و تدخل المعلومات التي سأقلكم بيهن و تقول لي أريد الكود الخاص بسيستم الرسفاراتري والكارديو باعتبارته مشترك بينهن ودافعه فلوسهن تمام زي. هنا قبل معبر على صفحة الثانية إذا أنت مشترك بكل هذه الكورسات إذا مشترك بكل كورسات الباطنية تمام اللي هي الإي سي جي. الجست إكس ري كارديو رسپاراتري جي اي تي وهي باتو و نفرو و نيورو إذا مشترك بداني كل هن تروح وين تروح على هاي الباندل اللي هي ميديسين كورسز مكتوب عليها تمام يعني بنفس هاي هي بنفس هاي الصورة من تصعد لي فوق راح يطلع لك ميديسين كورسز ما الدكتور حتى حيدر عبدالله هذول المشتركين بكل كورسات والطبع عليها من الطبع عليها راح يطلع لك يطلب منك كوت تمام يطلب منك كوت وفوق الكود موجود معرف ما تلكرام اللي هو معرف دكتور علي وأصور كلكم معيدكم لأني اشتركتم من خلال دكتور علي. تدخل ثيرًا Depois, ستفتحك كل الكورسات هذه هي بالنسبة للمشتركين بكل الكورسات بالنسبة للمشتركين بكل الكورسات يعني مشترك بخمس كورسات أو بثلاث كورسات هنا نعمل، أن تدخل على أي كورس من المشترك به مثلا AndhiCG course فمرة يدخل على AndhiCG course ستحق لها مثل هذه الصورة وأي كورس تدخل عليه حanti مثل هذه الصورة تمام يتفاصيل على الكورس مثل AndhiCG تابع للمدهسن يرهم أي جامعة أو مرحلة 18 فيديو سعره عشرين ألف أنت تريد كورس تضطي Get Course حتى تحصل علي. من قلت Get Course سي طلع لك يطلع منك كود هذا الكود. من أصبعك الكود هذا Telegram. تدخل على التيل vg channel تمام تمام من تدخل على الكلام سيطلع لك الصفحة قبل ما الأستاذ علي ودكتور علي ينطيك الكود الخاص بالكورسات اللي انت مشترك به انت مثلا مشترك ECG وكارديو تمام راح تجعل ECG من تطيق get the course تدخل الكود اللي يدزل كيامها لل ECG انه بتروح على الكارديو تدخل الكود اللي يدزل كيامها الكارديو يعني كل كورس الى كود خاص به ما عدا المشتركين بكل الكورسات ننطيهم كود واحد تمام يروحون الهاي الخانة وهو الكود الواحد رح يفتح لهم كل الكورسات تمام اتمنا افتهمتم هاي الفكرة زيلا اه 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 هنا هي الشروط ضرورية جدا لازم تعرفوها الطلاب اللي يتخرجوا غير مشمولين يعني واحد مشترك وهسه متخرج ما مشمول تمام هذه الموضوع منتهن من عنده الطالب اللي كان داوم و teخرج ما مشمول احنا شن راح نعرفه انعرفه من خلال الهوية مالتك فلاحد يسألني يقول يابا انتوا ليش تردون الهوية الهوية عدة اسباب احنا نريد الهوية تمام احنا هواي عدنا طلاب كل شو هواي عدنا طلاب فمن ثلاثة اربعة يسئلون ليش الهوية وما الهداعي وما ادرى شنو لا السؤال مالتك هو ما الهداعي بصراحة يعني احنا رايدين هوية ما رايدين من عندك بيت وسيارة رايدين هوية هوية جامعية تمام زين فالطلاب التخرجة وغير مشمولين هنا اكو بعض الطلاب الخريجين يعني اللي هم مشتركين مثل اي سي جي وراء ما تخرج مشترك اي سي جي اهنا اذا عبر سنة على اشتراك مالته ما مشمول اذا ما عبر سنة يراسلنا تمام المعلومات المطلوبة شنية اللي 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 يعني يريد ينضاف على الاولوية يكون يقبل لي جيابه الاسم الثلاثي مالته المرحلة مالته الجامعة مالته يدزل هوية تمام برسالة واضحة تمام ومن نفس الحساب اللي انت شنت حاجه وياه ودافع لفلوس حتى يكون الاضافة مالتك سلسة وسهلة تمام زين عددكم كبير جدا اكيد راح يصير تأخر بالاضافة خلنا نتفق عليها يعني اني خلال اسبوع راح يرسلون السادة علي تقريبا الف وخمسمائة طالب الى الفين طالب زين اكيد ما راح بيوم واحد يقدر يضيفهم كلهم ويدزلهم الكودات فهنا من الدزل الرسالة اليوم تصبر باتشر عقبة ثلاثة ايام اليك حد اسبوع احنا مخلين اسبوع نضيف كل الطلاب ان شاء الله مكثفين جهدنا نضيف الطلاب خلال اسبوع فتنتظرون والاضافة تكون حسب الاولوية اول واحد يرسل معلوماتك كاملة ومرتبة وبدون اسئلة منا ومنا ومنا ودوخة وهي شيء اكيد راح ينضاف تمام المدة المخصصة للاضافة مع المشتركين السابقين هي اسبوع واحد فقط اني عندي كودات محددة متفق ويا اهل المنصة على انه انظيف المشتركين السابقين باسبوع تمام فباسبوع واحد لازم ترسلوني خلال هذا الاسبوع وعلى الاولوية تمام يا ريت انه الاسئلة اللي تنسئل فقط الضرورية لان صدقوني يعني اي واحد يخلي نفسه بمكان راح تجي الف وخمسمائة ألفين ميسج يراد احنا نريد نضيف الطلاب باسرع وقت نعرف انه كلكم محتاجين الفيديوهات وكلكم تردون الفيديوهات فبالتالي الاسئلة الجانبية اللي ممكن تقدر تحصل جوابها من صديقك انت شوي تتعب نفسك بها حاول تحتفظ به زيب في حال في حال واجهتك مشكلة بالتطبيق يعني مثلا انطيناك كود والكود ما دخل تمام او صارت عندك بكورس مشكلة اكو نصف كورس مثل ما يفتح جاي يقول لك يعني صارت مشاكل تقنية بالتطبيق هنا تراسل من تروح ليلو بروفايل تمام تروح ليلو بروفايل اكو هنا تليقرام تليقرام هذا هذا راح تراسلهم هو دكتور عبدالعزيز نسؤول عن منصة ان شاء الله راح يتفرغ يجاوب المشاكل التقنية اللي ممكن تواجه بعض الطلبة وان شاء الله ما لكم مشاكل انا بالنسبة لي يعني شغلة ترتيب على الكورسات المادة العلمية دكتور علي شغلة يطيقهم الكود او تطول معلومات مالتكم ودكتور عبدالعزيز موجود بالمنصة شغلة هو المشاكل اللي يتواجهكم بالتطبيق تمام يعني ما رد واحد يجي يقول لان الكود ما دخل عندي يروح لدكتور عبدالعزيز يقول للكود ما دخل عندي تمام حتى سر الشكل منظم لان كل واحد من لدينا يعني شغلة كلش وهواية تمام هاي انت من راح تدخل على هاي راح يفتح لك الميد ماستر الميد ماستر قائل لك اوار رسالة كونتاكت از اات ميد ماستر سببورت هاي الميد ماستر سببورت تضغط عليها راح يخليك تراسل الصاحب المنصة باسرع وقت تمام الحساب يفتح بجهاز واحد فقط خلنا نتفق عليها اوكي فأتمنى تفتهمون الموضوع زيان هو الموضوع كلش بسيط ما يحتاج لي يعني بس هاي سويتها على مود يكون فيديو شامل للجميع يعني ما يصير بيدو اخر تمام المشتركين بكل الكورسات ياخذون كود واحد فقط يدخلوه بالباندل مع الميدسين كورسز وتنفتح اتهم كل الكورسات اما ما عدا ذلك فنطيهم كود خاص بكل كورس يدخلوه بالخانة مع الكورس نفس ان شاء الله توفيق للجميع وشكرا لكم